اشتركوا في القناة وشركة اوتوميلارا حيث تولت ايفيكو مسئولية انتاج الشاسي والمحرك فيما قامت اوتوميلارا بتزويد البرج ونظام التحكم في اطلاق النار وقد جهزت هذه الدبابة باحدث انظمة التصوير البصري والرقمي والتحكم في الحرائق مما يمكنها من القتال ليلا ونهارا واطلاق النار اثناء التنقل وقد تم تطوير ستة نماذج اولية بحلول عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين والتي خضعت في العام التالي لاختبارات مكثفة تمكنت خلالها النماذج من التحرك لمسافة وصلت الى ستة عشر الف كيلومتر تم التخطيط لعمليات التسليم لاول مرة في عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين ولكن في الواقع تأخرت عملية التسليم حتى عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين ووقعت عمليات التسليم النهائي للدبابات بعد سبع سنوات في اغسطس الفين واثنان وتتميز الدبابة ارييتي سواحد بتصميم تقليدي مشابه لتصميم الدبابات القتالية الرئيسية الغربية الاخرى حيث تقع مقصورة قيادة السائق في الجزء الامامي من الهيكل اما حجرة القتال فتقع في المنتصف فيما تقع المقصورة التي تضم المحرك في الجزء الخلفي من هيكل الدبابة ويتمثل التسليح الرئيسي الخاص باريتي سواحد في مدفع املس السبطان من عيار مائة وعشرين ملي متر صممته شركة اوتوبريدا ومشابه للمدفع الخاص بشركة راني ميتال الالماني كاليبير ال اربعة واربعون وقد تم تكييف المدفع لاطلاق معظم قذائف الناتو من نفس العيار ويحمل المدفع اثنين واربعين القذيفة حيث يتم تخزين خمسة عشر قذيفة جاهزة عموديا على الجانب الايسر من مغلاق المدفع الرئيسية فيما تخزن السبعة وعشرون قذيفة متبقية في رف على يسار مقصورة السائق وتجهز سبطانة المدفع على عزل حراري ومفرغ دخان يتم تثبيتها بالكامل عن طريق نظام القيادة الكهروهيدروليكية اما التسليح الثانوي للدبابة فيتمثل في رشاش محوري طراز اثنين واربعون تسعة وخمسون عيار سبعة فاصل اثنين وستين مليمتر يتم تشغيله بواسطة المدفع او القائد بالاضافة لذلك هناك رشاش محوري اخر طراز اثنين واربعون تسعة وخمسون عيار سبعة فاصل اثنين وستين مليمتر يعمل كسلاح مضاد للطائرات يتم تشغيله بواسطة ملقم المدفع الاساسي وتجهز الدبابة اريتي بنظام للتحكم في اطلاق النار من طراز او جي اربعة عشر الثلاثة تورميس من تصنيع غاليليو افيونيكا مزودا بقدرة بانورامية ليلية ونهارية للمنظار الاساسي الذي يستخدمه القائد من طراز SPT 694 كما يتضمن نظام منصة مستقرة بما في ذلك منظار حراري للمدفعي وجهاز تحديد المدى بالليزر لزيادة الدقة وتسريع اكتشاف الهدف والاستهداف بالاضافة الى كومبيوتر رقمي للتحكم في اطلاق النار قادر على قياس سرعة الرياح والرطوبة والظروف الجوية الخارجية والجمع بينها وبين وضع البرج وزاوية ارتفاعه والتآكل الذي لحق في الصبطان لزيادة دقة اطلاق النار ويعد هذا الكمبيوتر احد مكونات نظام الملاحة في الدبابة ويسمح بتبادل المعلومات التكتيكية بين المركبات المترابطة شبكيا تمتلك الارييت قدرة على صيد الدبابات حيث يرى القائد ويعين اهداف للمدفعي في مجال رؤية بزاوية 360 درجة حول الدبابة دون الحاجة الى تغيير موقعه او الاضطرار الى فتح فتحة البرج لتحديد الاهداف بشكل مرئي كما يمكن للقائد التحكم في المنظر الرئيسي الخاص به بزاوية نقص 10 درجة مئوية الى زائد 60 درجة مئوية افقيا مما يسمح للدبابة بالتعامل مع التهديدات المحمولة جوا بما في ذلك مروحيات طائرات هاليكوبتر في المقام الاول وعند القتال في الليل يشترك القائد والمدفعي في المنظر الحراري القادر على درب هدف بابعاد 2.3 في 2.3 متر من مسافة 1500 متر ويتم تجهيز الدبابة من خلال محرك ديزل مزود بشاحن توربيني من طراز فيت ايفيكو ام تي سي آ مجهز ب12 استوان بقوة 1250 حصانا عند 2000.300 دورة في الدقيقة مما يزود الدبابة بسرعة معيارية قصوى تصل الى 65 كيلو متر في الساعة المواصفات العامة لآرييتي بلد المنشأ ايطاليا دور المركبة دبابة قتالية رئيسية تاريخ الخدمة 1995 حتى الان الشركة المصنعة اتحاد كونسورزيو ايفيكو الذي يضم ايفيكو وأوتوميلار تاريخ الانتاج 1995 عدد الوحدات المنتجة مئتها دبابة الوزن 54 طن الطول 9.52 متر العرض 3.61 متر الارتفاع 2.45 متر عدد افراد الطاقم 4 التدريع فولاث ومواد مركبة التسليح الاساسي مدفع املس الصبطانة من طراز اوتو بريدا عيار 120 كاليبر ال 44 مزود ب42 قذيفة التسليح التسليح الثانوي رشاش محوري طراز 42 59 عيار 7.62 ملي متر ورشاش محوري طراز 42 59 آ عيار 7.62 ملي متر مزود ب2500 رصاصة المحرك المستخدم محرك ديزل من طراز فيات MTCA 12V بسعة 25.8 لتر وبقوة 1270 حصان القوة والوزن 23.5 حصان للطن المدى 600 كيلومتر السرعة القصوى 65 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة اشتركوا في القناة